السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن إخواني أخواتي في حلقتنا اليوم سوف نتكلم عن قضية محمد مبديع الرجل البرلماني والوزير السابق والمسؤول الجماعي والذي يدوز أكثر أيام حياته داخل سجن عكاشا من بعد ما تم صدور أمر الاعتقال دياله فمن خلال زيارة ديال المحامي دياله واللي كي أكد المحامي ديال مبديع لأنه منهار داخل زنزانته والحالة ديالته الصحية حارجة وممطيقش على أنه داخل السجن إخواني أخواتي فمن المنتظر أن تنظر غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس المقبل 4 ماي في قرار الاستئناف الذي تقدم به دفاع البرلماني المعتقل محمد مبديع بعد أن قرر قاضي التحقيق للمتابعة دياله في حالة اعتقال من أجل تهم المنصوبة له الخطيرة جدا فغرفة المشورة إخواني أخواتي فالغالب على أنها سترفض طلب دفاع مبديع لمتابعته في حالة صراح نظرنا الإخوة الكرام لخطورة الأفعال لمنصوبة له والمتابع بها ويترقب مع بداية مراحل التحقيق أن يتقدم دفاع المتهم من جديد بملتمس لقاضي التحقيق من أجل متابعة محمد مبديع في حالة صراح وفي حالة الرفض سيتم استئناف القرار كذلك أمام غرفة المشورة للنظار فيه وفي حالة عدم تلبية طالب المحامين هيئة الدفاع ديال محمد مبديع من أجل تمتيع الموكل ديالهم بالصراح المؤقت فبخصوص مراحل التحقيق اللي غتطلب تقريباً واحد أربع شهور غتتواصل مع المعني بالأمر وهو في حالة اعتقال فالقصة ديال هاد البرلماني والوزير السابق والمسؤول الجماعي محمد مبديع اللي حكم مدينة الفقيه بن صالح من 1997 القصة وما فيها الإخوة الكرام هو أن هاد السيد كان مجرد شخص لا يملك من متاع الدنيا سوى القليل وبين عشية وضوحها فرمشت عين وفي ظروف غامضة ولا صاحب تروى كبيرة وعنده اللي يتحرك ما يتم نظر العرس اللي ولده بتلاتة ديال المليار والغزال مشوي فوق طبالي وذك شي يا ربي السلامك يعيف المهم عنده أنه يشبع ديك العقدة ديال النقص اللي عاش فيه الطريقة باش محطوط لغزال مشوي طريقة غريبة جداً منظر مقزز والطريقة ديال الكانيبال في الأكل بغينا غير نعرفوها الإخوة الكرام فينا هما أصحاب المحافظة على البيئة والطبيعة والحيوانات من الإنقراض كون كان في شي دولة أوروبية كون تابعوه وحاسبوه على الصيد الجائر للغزال را غير على هاد راعدو 11 سنين ديال الحبس فهاد مبدع إخواني أخواتي البرلماني ووزير سابق واللي مش دود دبا في قضية فساد مالي بغينا نعرفو أشنو غا تربح البلاد من الاعتقال ديالو والسيجن ديال هاد مبدع إلا غايبقى ولادو حفايدو العائلة ديالو كيتمتعو في هاد الطروة الكبيرة اللي خلها لهم الواليد ديالهم اللي كيبلغ من العمر ديالو تسعود وستين سانة أشنو غا تستافد البلاد من الحبس ديال هاد محمد مبدع اللي غايبقى ولادو واكلين شارفين ولابسين وممتعين في هاد الفلوس وفي هاد الخيرات اللي شافرها بباههم فبعد الممتلكات ديال هاد مبدع مسجلة بالأسماء ديالوولادو اللي خاصهم يحش ممروسهم لأنهم كي ياكلوا السحط والحرام عوض ما يتباهوا بالسيارات ديالهم الفاخرة على أولاد المزالط فالاعتقال أو السجن يقدر يكون وسيلة ليردع دوك اللي باغين يغتاني ويقولي ولابس عليهم ويديروا الفلوس من السياسة ومن المال العام ولكن كان ما هو أهم من السجن واللي هو مصادر الطروة اللي جمعها مبدع من السياسة أمام أعيون السلطات وأمام حتى بعض وزراء الداخلية السابقين طيلة ربع قرن من الزمن صحيح أن هناك ربما فراغا قانونيا يتسلل من الشيطان لكي التروت المنهوبة في أمن وأمان حتى لو دخل أصحابها إلى السجن لكن على المشرع المغربي أنه يسد هذا الفراغ القانوني إذا جديا في حماية الملعب وإذا كان جديا في محاربة الفساد السياسي والمالي نفس الحاجة طرأتها الإخوة الكرام في الواقعة دي الموديل العام السابق لمكتب المطارات بنعلو اللي قضى واحد المدة بضع سنوات في السجن ورجع للحياة دياله الطبيعية من جديد وعاش في نعيم الطروة الطائلة اللي يجمع قبل ما يدخل للسجن هذا الشي اللي يقع بالرغم من أنه بنعلو دخل السجن في الأصل بسبب هالطروة اللي يجمعها بطلق غير شفافة نفس السيناريو إخواني أخواتي تكرر مع المدير العام السابق لشركة وانا كريم زار اللي دوز لمدة ديال السجن دياله لكن فاش خرج من الحفز لقى كل الطروات دياله في انتظاره دون أن يمسسها سوء فقضية مبدع إخواني أخواتي كتتعتبر الشجرة التي تخفي غابة لملفات أخرى لشخصيات عمومية كتتحمل المسؤوليات كينين بزاف ديال مبدع إخواني أخواتي في المغرب خاصة العدالة لأنها تكون قوية لأن هذه الناس تكرر في سوء البلاد وتكرر في سوء العباد وشحامل واحد مشاله حقه محمد مبدع مجرد شجرة التي تخفي غابة من الفساد وأمثال مبدع فهم كائنين موجودين في أغلب الجماعات الترابية في بلادنا أكد المحامي بهيئة مراكوش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي وكشف على العقوبة السجنية التي تنتظر الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبدع الذي تقرر إدعوه السجن إلى جانب متهمين آخرين إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء من أجل التهم المنسوبة لهم اختلاص وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك وعن أسباب متابعة مبدع في حالة اعتقال كيوضح المحامي ديالو على أن النيابة العامة عندها سلطة الملأمة ويمكن أنها تتابع الأشخاص إما في حالة صرح أو لا في حالة اعتقال والاعتقال في مثل هذه القضايا فهو أمر لضروري نظرا لخطورة جرائم الفساد المالي ولكون هذه الجرائم كتمس المجتمع وكتهدد الاستقرار الإجتماعي والقرارات أكثر صرامة لازم تكون مطلوبة في هذه القضايا لأنها قضايا كتمس بالطيقة العامة عن طريق توظيف ألية التدبير العمومي ومخالفة القواعد القانونية والأخلاقية لهذه المرافق ولكون هذه الجرائم عندها تأثير على السياسات التنموية العمومية وكتمس المجتمع ككل ومن الموضوع والواقع خاص كل متابعات في حالة اعتقال فبخصوص إخواني أخوتي العقوبات المنتظرة في ملف محمد مبدع كي أكد المحامي على أن العقوبات تقدر توصل حتى العشرين سنة سجنا نافدة وفق ما تنص عليه النصص القانونية الجنائية لأنها التهم جنائية كتتعلق بالتبديد والاختلاص والتظوير ومن الواجب على المشرع أنه يتشدد في العقوبة فبحال هذا الجرائم خاصة لكتتعلق بالرشوة واختلاص أموال عمومية أي كل تلك التهم التي تمس بالطيقة العامة فلابد للمشرع إخواني أخوتي وفي إطار تعديل مشروع القانون الجنائي أن يتشدد في هذه الجرائم وأن لا تكون هذه الجرائم خاضعة للتقدم وكي أكد على أن هذا الجرائم لا يجب أن تصبح مثلها مثل الجرائم الأخرى العادية ما يعني أنه يجب استثناؤها في مجال التقدم لكونها تهم شينة وتمس بالطيقة العامة وبالتالي على المشاريع اللي يخضعها لمبدأ التقدم المعروف في المسطرة الجنائية كشف النقيب محمد حسي دفاع الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية على آخر تطورات الملف دي الموكل ديالو وكي أكد على أن آخر تطورات الملف هي اعتقال الموكل ديالو محمد مبدع يوم الأربعاء وكي أكد على أنه الحد الآن لم يتمكن من الحصول على المحاضر باش يكون هناك تقييم أولي للملف بالكامل ديالو وكي أكد على أن الظاهر من إجابات سيد مبدع أنه متمرس في المادة الترابية المتعلقة بالجماعات وأنه كان ضابطا لأموره مستبعدا أنه سيكون متورطا في المنسوب إليه وكي أكد على أن مبدع رهن الاعتقال احتياطي حاليا متأسفا لاعتقاله لكونه كي توفر على جميع الضمانات سؤال مطرح إذا كان وزير سابق ونائب برلماني حالي ورئيس جماعة لا يتوفر على ضمانة الحضور فمن يتوفر عليها؟ النقيب محمد حسي كي ينتظر البراءة ديال الموكل ديالو وكي أكد على أنه سيجتمع بمحمد مبدع في الأسبوع المقبل لتجميع مزيد من المعطيات إخواني أخواتي لنا الخبر ولكم التعليق لا تنسونا شمال اللايكات ديالكم والبارتاج وأكثر التعليقات إلى الفيديو المقبل خليت لكم مرحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة